أكد رئيس الطائفة الإنجلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية القصة أندريزاكي أهمية دافع الجهود لدعم الرؤية العميقة للتعددية وقبول الآخر والتسامح جاء ذلك خلال استقبالي رئيس الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين حسن بن محمد بوهزاع الذي أكد من جانبه حرص البحرين على الاهتمام بالتسامح والتعايش كما أشاد بالجهود التي تم استعراضها بالهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية وفي هذا الإطار أعلن بوهزاع اتفاق البحرين ومصر على التعاون في المنتدى العربي الأفريقي المقرر إقامته في شهر مارس المقبل نقاء النهاردة سيمتد التعاون إلى مجالات عديدة مجالات مع الشباب مجالات في قضايا التجمية المستدامة مجالات في قضايا تغيير المناخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مجالات للحوارات المحلية والدولية والهدف منه أن نحن مع بعضين ندعم الرؤية العميقة للتعددية والقبول الآخر وأشارنا أن التسامح في معنى العميق هو أن يكون للمختلف مكاناً اليوم تشرفنا بزيارة الهيئة وطلعنا على النشاط المميز والكبير اللي يقومون فيه سواء في العمل طبعاً الميداني من خلال مشاركاتهم بالحياة الكريمة وعمالهم في التنمية الإنسانية وتنمية المجتمعات عمل عظيم وعمل كبير ونغدر هذه الإنجازات وهذه الأعمال وأكيد هذه الاتفاقية التعاون اللي وقعناها اليوم رايح تكون فرصة لنا لعمل أكبر وعمل مشترك طبعاً إن شاء الله أول عمل اتفاقنا على أن نشارك فيه ونتعاون فيه هو الملتقى العربي الأفريقي اللي طبعاً رايح وقام في شهر مارس الغادم